المطاومات الاجتماعية لدولة الأمير عبدالقادر ثانياً العناية بأخلاق المجتمع الحلقة التاسعة والخمسون من سلسلة الجوانب الارتصادية والاجتماعية في دولة الأمير السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأعطي المصدر ومرجع المعلومات العناية بأخلاق المجتمع ألف الحفاظ عن الأخلاق الإسلامية لقد كان الأمير عبدالقادر يسار على مهمة المحافظة عن الأخلاق الإسلامية باعتبار أن دولته هي دولة إسلام وتحقير ذلك عن طريق الإرشاد وتوجيه الأفراد فدولة الإسلام لم تقتصر في وظائفها على الأعمال الدنيوية بل أيضاً على الأعمال الأخراوية وبذلك عمل على تحسين الوضع الديني والبحث عن القيم الأصيلة ببحث روح جديدة لبناء المجتمع من جديد وهذا بالضبط ما شرع فيه الأمير نحو شعبه باتباع أسلوبين أولاً هادئ بالنهي عن طريق التأمل والفصحة والدهاء وصواب الرأي لحمل خصومه على طريق الهدى ثانياً بالترهيب حين يجد المخالفة والتعنط بالعصيان ويقول صاحب التحفى من العجب أن تمتن إمارته بقواتين قوة رغبة وقوة رهبة إلى أن القوة الأولى كانت هي المعول عليها منع الخمر والتدخين والقمر واستعمال الذهب وهذا عرص ما تنم معولاً به في أهد الجزاء العثمانية حيث أنه في مدينة الجزاء تنبع الخمر على طارعة الطرقات وأبواب الدعارة مفتوحة لمن هبى ودبى على مرأة مسمع الحاتم والرشوة تنخرج جهاز الدولة والمناصب تباع وتشترى والدايا والباء يستطيع خدم الحمام خنطه بطلبساطة وعليه تانى الأمير عبدالطادر يتوخى الحذر من جميع هذه الأساليب الغيلايطة بمجتمع دولته والسابط لعهده فطامابي منع الخمر لأنه رتس من عمل الشيطان ولتونه من مستيرة العطل والضامير ولما لها من مضار على الصحة جنوده الذين تحتاجوا إليهم أمتهم في ساحات الجهاد بيتم طواهم لتحرط النص منع التدخين لأنه بسببه أوصل بعض الناس إلى تطع عائلاتهم في فطر مطرع وإضطروا إلى بيع ثيابهم من أجل إشباع نهمهم في التدخين ولكن منع التدخين هذا لا يعني أنه لم يبقى من يدخن في دولة الأمير ولكن تانى ذاته في مناسبات فطرط وهي السرية أيضا منع منع باتا استعمال الذهب والفضة في ثياب الرجال لأنه تانى يترى التبذير والتحلل الذي يؤدي إليه تصرف مثل هذا وسمح لهم به فطرط في السلاح وفي عدة الخيال وفيما يخص هذا المنع فإن النساء لم يشملهم لأنه الجنس الضعيف الذي يحتاج إلى تعوض عرص الرجل الذي بهم تانيا يتمتع بجميع أنواع الملذات التي يرغب فيها تلحة الحرب والصيد والأشغال الفطرية تم حرم الأمير لعب الورق بين جنوده موقفه من الزينة والسارقة إن الأمير عبدالطادر يرى أن النس البشرية تميل إلى ما يؤذيها لأن الإنسان بطبيعه ثائر على الروح في مملتته الإنسانية يتابع هواه وهو فراغ وظلالة ولهذا حارب الأمير الزينة بشدة لما فيه من مضال المجتمع من ضيال الأنساب ومن تفتر داخل العصرة بل وإنه ابتعاد عن القرآن واعتناق للمحرمات التي نهى عنها الشرى وجعل لها حدودا وأخفها الجلد لتنتهي بالرجم التقصاص حيث كان لا يتردد في عطاب المخالفين ليتونوا بالفعل أسوأ عبرال البقية أما عن السرق فتلف خلفاء وأعوانه وطادته بتحمل المسؤولية التاملة عن الجرائم التي تطع في مناطقهم وبالتالي حرصت الواحد منهم عن من حدوث النهب رغم طابع الخيام الذي كان يتنف الدولة واتسام ساحتها كان الأمير حريصا لإبعادهم عن هذه العادة المتلفة لدرجة أنه كان يفرض لردع المتجاوزين عطوبات صارمة خصوصا على شاربي الخمر ولاعبي القمار وتانت غاية الأمير من هذا هو بعث وطن عربي مستقل قوامة والشريع الإسلامية فالعمل على حمايته من العدوى والمتمثلة في القيم الأوروبية المسيحية وقد مزج هذا المشروع بين القيم الوطنية والدينية واعتمد أساسا على الشريع الإسلامية فباسمها دعى الأمير المسلمين إلى رفض الخضوع لسلطة المسيحيين وعلى ضوه أحذر تعاطي الخمر والتبغ والميسر والفجور وذات يوم طبوله منصب الإمام انطلاطا من طول الأمير الحاتم نفسه حين قال اعلموا أن الغاية الوحيدة لطبول هذا المنصب أن تكونوا آمنين على أنفسكم وعراضكم وأعمالكم مطمئنين على بلدكم متمتعين بوظائفكم الدينية ولا يمكن أن أبلغ مراد من ذات إلا بمساعدتكم مالا ورجالا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد